اشتركوا في القناة وسنتكلم عن أمور الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا نتكلم ونحذر من رقات الخرافة والدجل الذين يكذبون على الناس ويأكلون أموال الناس بينهم بالباطل ويظنون بأنهم رقات شرعيين وفي الحقيقة هم أخذوا أماكن السحرة والكهنة وأماكن الدجاجل والعرافين وتجد المرضى يتهافتون عليهم كما يتهافت الفراش على النار والعياذ بالله قلت لكم سابقا وكم من مرة بأن الراقي الذي يحاور الشيطان ويتكلم مع الشيطان ويسأل الشيطان عن مكان السحر وعن أخبار وأحوال المريض هذا كما قال العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه عبارة عن كهانة عصرية هذا من جهة الشرع أما من جهة المرض فإن هذا الراقي المخرف يعمل مع هذا الشيطان ويعمل لصالح الشيطان ويساعد الشيطان في التحكم والتسلط على المريض أكثر وأكثر فلذلك قلت لكم إذا كنتم تعالجون عند أمثال هؤلاء الرقات فلا تجالسوهم ولا يجوز العلاج عندهم لماذا؟ لأنهم مع الحوار أيضا يستعينون بهذا الشيطان لمعرفة مكان السحر وإسم الساحر وأمور غيبية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وهي بدع وخزعبلات وضللات حذر منها جميع العلماء فالمريض المسكين إذا ذهب إلى هؤلاء في الحقيقة يذهب يشتري المرض ويشتري الهم ويشتري تسلط الشياطين والسحر أكثر وأكثر وقد بيّن لكم الأحكام الشرعية بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة ومن أقوال وأفعال الصحابة وفتاوى العلماء الأجلة فلذلك دائما نحذركم من الذهاب إلى هؤلاء الرقاة حتى ولو وجدتم عندهم الكثير من المشاركين والمسفقين والراقسين والذين يساعدونهم في هذا الدجل وفي نشر هذا الدجل لماذا؟ لأن أغلب من يتابعونهم بعيدون كل البعد عن طلب العلم وعن فتاوى العلماء وعن أحكام الرقاة الشرعية فهم أيضا للأسف الشديد يحذرون من العلماء بل يسبون حتى العلماء وهذا الأمر أدخله هؤلاء الرقاة الرقاة الخرافة والدجل في قلوب هؤلاء المرضى المساكين لكي يستفردون بهم ولكي يبعدونهم عن العلماء فالإنسان إذا ابتعد عن العالم ابتعد عن الكتاب والسنة بل ابتعد عن الدين لأن الدين نأخذه عن طريق العلماء الأجلاء الثقات الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه رضي الله عنهم وأرضاه فالراق الدجال المخرف المحرف الذي يحاور الشيطان ويستعين به ويستخدمه ويعينه لماذا؟ لأن الراقي كما بينت لكم كم من مرة بأن الراقي المخرف صاحب الحوار والاستعانة يخدم الشيطان في أمور كثيرة من بينها التسلط على المريض عن طريق الحوار يتسلط عليه وعن طريق عملية التركيز يتسلط عليه وعن طريق أمور كثيرة وكثيرة مثل أن يدعو المريض أن يتعامل مع الشيطان ويسادق الشيطان بحجة أن هذا الشيطان دخل الإسلام وبدأ يصلح ما أبسد وهذه بدعة وضلالة لم يقل بها أحد من العلماء بل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الجن الموجود الآن في جسد هذا المريض عبارة عن شيطان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه وأمره وقال له أخرج عدو الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في السنة أن هذا الشيطان المتلبس بهذا المريض عبارة عن عدو عدو لله يعني عبارة عن شيطان ويأتي مخرف من المخرفين المغاربة تجده يحاوره ويتكلم معه عن الإسلام ويدعوه للإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعوه ولم يحاوره وهذا المخرف الدجال الذي يأخذ علمه من عند الشيطان الذين يحاورهم عن طريق ألسنة المرضى المساكين ويأخذ علمه عن طريق الكهنة والسحرة وعن طريق الكتب الصفراء التي يقلبها في الخلوة في بيته دون أن يدري المرضى تجده يقول عن طريقته طريقة اجتهادية وطريقة مفضلة وطريقة ناجحة أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عنده طريقة غير مفيدة وطريقة قاسية كما قال في بعض الفيديوهات بأن الكلام مع الجن المتسلط على المسحور بقوة وبشدة هذه الطريقة قاسية ولا صلة لها بالدعوة فهو يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه صلى الله عليه وسلم أمره بالخروج ونهره ودفعه بقوة وهذا الراق المخرف يأتينا بطريقة أخرى تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم معه بلين ويتعامل معه بلين بل يدعو المريض أن يقبل بهذا الشيطان المريض جاء إلى هذا الراق المخرف الدجال لكي يخرجه من جسده ولكي يعالجه ولكي يعينه على الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى وإذ به أصبح يدعو المريض لمسادقة هذا الشيطان والتعامل مع هذا الشيطان لماذا؟ لأنه في نظره دخل إلى الإسلام وأصبح أخا له في الإسلام فبدل ما يطلد ذلك الشيطان العدو اللدود الذي كان يتسلط على المريض وقد فعل فيه الأفعيل جاءه بالعكس فذهب من عنده وقد اقتنع أو أقنعه بأن هذا الشيطان صديق وحميم فزاده مرضا وزاد الشيطان تسلطا وتحكما فأصبح هذا الراق المخرف الدجال الذي هو أخا للكهنة والعياذ بالله أصبح معين للشيطان على ذلك المريض المسكين لماذا؟ لأنه يعمل مع الشيطان والشيطان تعمل معه فلذلك دائما نحذركم من هؤلاء هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم لا يجوز طلب العلاج عندهم لا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم ما قد تكلم العلماء نحن لم نأتي بجديد أو نأتي بشيء من عندنا بل هذا الكلام الذي قلناه موجود والحمد لله رب العالمين بالصوت والصورة للعلماء على قناة التي نتكلم فيها الآن قناة الراغي أبو عائشة الأثري الجزائري تصفح القناة جيدا وتجد كل البدع والضللات والخزعبلات التي يفعلها رقاط الخرافة والدجل قد فندناها ورددنا عليها وبينا بأنها من الكهانة ومن السحر ومن العرافة والشعوذة والدجل فيجب على المسلم أن يحفظ عقله ودينه ويحفظ عرضه ويحفظ صحته ولا يذهب إلى هؤلاء لماذا؟ لأن هؤلاء في الحقيقة تكلم فيهم العلماء أما الرقية الشرعية وأحكامها معروفة قد بيّنها الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ بن وباز الشيخ الفوزان الشيخ اللحيدان الشيخ العباد الشيخ مقبل صالح آل الشيخ عبدالرزاق البادر سليمان الرحيلي تكلم عنها الكثير والكثير فلا تترك هؤلاء العلماء الأجلاء هؤلاء العلماء الموثوق بعلمهم هؤلاء العلماء الذين يدعون إلى طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك بسنته التقريرية والفعلية والقولية وتذهبون إلى رقم مخرف دجال يقول من عنده ويقول بما جاءت به الشياطين وتنزلت به الشياطين عليه فمسألة الأزهوري جاءت بها الشياطين وأول من تكلم فيها الكهنة كاهن إفرنجي مسألة السحر الموروث لا توجد لا في كتاب ولا في سنة ولا عند عالم السحر السلالة الاستعانة الاستغاثة استخدام الشياطين في العلاج الحوار مع الشياطين بهذه الطريقة والتكلم معهم والتكلم معهم في العالم الغيبي هذه ليست اجتهادات لا يكذبون عليكم لا يكذبون عليكم هؤلاء الرقاط المكرة هؤلاء الرقاط المخادعين الكالي السحط الذين يأكلون أموال الناس وأموال المرضى المسكين بالباطل الرقية آية قرآنية الرقية ذكر من الأذكار النبوية الرقية دعوة سادقة دعوة بإخلاص توجه إلى الله سبحانه وتعالى الرقية فعل ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطب النبوي وهذا مبثوث وموجود في كتب العلماء وبالخصوص كتاب ابن القيم زاد المعاد الطب النبوي فارجعوا إلى العلماء ارجعوا إلى ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر إن العلماء ورثة الأنبياء فارجعوا إلى ورثة الأنبياء لا ترجعوا إلى ورثة الشياطين لا ترجعوا إلى ورثة الكهنة لا ترجعوا إلى ورثة السحرة لا ترجعوا إلى ورثة العرافين هؤلاء الرقاة الذين ترونهم الآن في الساحة وبالخصوص على قنوات اليوتيوب جلهم وكلهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم على الطريقة الشرعية كلهم رقاة خرافة ودجل رقاة شعوذة رقاة بدع رقاة خزعبلات رقاة كهانة ودجل يتعاملون مع الشياطين يستعينون بالشياطين يستخدمون الشياطين في العلاج بحجة أنهم يعالجون الأمراض والأورام السرطاني يكذبون والله وبالله وتالله يكذبون عليكم في المقطع يقول حالات صعبة حالات مستعصية حالات خطيرة عالجناها من السرطان ومن الأورام وكذا هذه قد تكلمنا عنها ورددنا عليها وبينا بأن تلك الأورام إن وجدت فعلا من أوجدها؟ أوجدها ذلك الشيطان الخبيط الموجود في ذلك المسعور وهو الذي يخفيها لا أقل ولا أكثر لا علاج ولم يحزنون كذب في الكذب في الكذب في الكذب والحديث معروف أن الطاعون وهو في الحقيقة أكبر أنواع السرطان الطاعون وخز أعدائكم من الجن والوخز وضحناه وبجناه وخز الجن يكون من الداخل إلى الخارج عبر عن أورام ووخز الإنس يكون من الخارج إلى الداخل يعني من خارج الجسد إلى داخل الجسد ووخز الشيطان والجن يكون من داخل الجسد إلى خارج الجسد فالأورام في حد ذاتها عبارة عن طاعون يفعله الشيطان الجني فتلك الأورام التي يتكلم عنها ويتبجح عنها هؤلاء الرقاة بالخصوص الرقاة المغرب والله العظيم كذب في كذب في كذب فلا يعني يدخلكم الرعب ويدخل في قلوبكم الخوف ويدخل في قلوبكم الفوضاء والضوضاء أن هذا راقي فعلا ويريد أن يشتهد وعنده أطباء وعنده خبراء وعنده مستشارين وعنده كذب في الكذب في الكذب في الكرب لماذا؟ لأن الرقاة بسيطة تعتمد على الإخلاص تعتمد على الإنقياد تعتمد على الإذعان تعتمد على الخشوع تعتمد على اللجوء تعتمد على التوجه إلى رب الأرباب رب العالمين وليس على حذق وعلى ذكاء وعلى فطنة الراقي كما يزعمون أبعد الناس عن الرقاة الشرعية وأدخلهم في أمور شيطانية بسبب الكذب والبهتان وهذا كله من أجل الشهرة ومن أجل الظهورة الذي يخسم ظهورهم إن شاء الله من أجل أن يأكلوا أموال الناس بينهم بالباطل سحتا وتجد رقاة يتبجحون قد عالج مريض مدة خمس سنوات ويطلب منه أن يرجع إليه ويكمل معه العلاج أو يرجع إليه ويناقشه في عدم الشفاء خلاص ذهب المريض انتهى لماذا يرجع لماذا يرجع إلى طريقة مفضوحة مكذوبة يرجع إلى راقي مخرف يرجع إلى راقي لا يوفقه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن مجلسه عبارة عن مجلس شيطاني يجلس مع الشياطين يمازح ويضاحك ويتلعب مع الشياطين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن نستعيد بالله من حضوره وأن يحضر وهو يدعوه ويتعمد حضوره في المجلس لكي يسجل ذلك المقطع مقطع الفيديو وينشره في القنوات من أجل أن يستعد من الضحايا المساكين الذين لا يعرفون حقيقته في أحكام الرغية الشرعية ولا يعرفون بأنه نصاب آكل أموال الناس بالباطل أنه يكذب ويخادع وأنه يصديق للشياطين ويتعامل مع الشياطين ويعمل لصالح الشياطين من أجل التسلط والتحكم على المرضى المساكين فالحذر الحذر من هؤلاء الرقات الذين يحاولون الشيطان ويستعينون به ويستغيثون به ويستخدمونه في العلاج وقد حذرنا ونحذر 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 مراراً وتكراراً بإذن الله سبحانه وتعالى والرقية بسيطة وقد وضعنا لكم في القناة كيف نعالج السحر وكيف نعالج المس وكيف نعالج العين وكيف نعالج الحسد وكيف نعالج الوسواس والحالة النفسية بإذن الله سبحانه وتعالى بالطرق الشرعية فتابعوا قناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى وستجدوا فيها الخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى المستمد من الكتاب والسنة ومن أقوال وأفعال الصحابة عن طريق تتاوى وتوجهات العلماء الأجلاء والذي يبتعد عن العلماء يظل ويزل يذهب إلى الهاوية لماذا؟ لأنه يتبع هواه فإذا اتبع هواه اتبع الشيطان كما قال تعالى ولا تتبع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطاء هؤلاء الرقات يتبعون الهوى تتنزل عليهم الشياطين توسوس لهم الشياطين بأن يسبوا العلماء وبأن يحذروا من العلماء وبأن يبعدوا الناس عن العلماء فإذا أبعدوا الناس عن العلماء خلاص بيضة وعششة وفرخة وأصبح هو الكل في الكل لماذا؟ لأن المرضى المساكين يجهلون العلماء ويجهلون فتاوى العلماء فيصبح هذا الرق المخرف الدجال الذي هو عبارة عن ساحر أو عبارة عن كاهن أو منجم يصبح هو العالم وهو المجتهد وهو الفقيه وهو العلم وهو الرقية وهو كل شيء وفي الحقيقة لو يتبعون أقول العلماء فيه لو وجدوه ظال لو وجدوه مجرم يأكل أموال الناس نصاب لو وجدوه ماذا؟ لو وجدوه بعيد كل البعد عن الرقية الشرعية بل بعيد كل البعد عن رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقية الصحابة بعيد كل البعد عن فتاة العلماء الأجلاء ودائما إن شاء الله نحذر من هؤلاء لا يجوز الذهاب إليه من الناحية الشرعية من ناحية الصحية والله وبالله والطلاه يزيدون الشياطين التحكما والتسلطا فيكم عن طرق الحوار وعن طرق الاستعانة وعن طرق التوجيهات والنصائح التي ينصحونكم بها من أجل أن تتعاملوا مع الشياطين تسادقونهم تصاحبونهم ومن جهة أخرى يأكلون لكم الأموال ويضيعون الأعراض يضيعون الأعراض فالشيطان عندما يتصلف ماذا يفعل بالمرأة أو ماذا يفعل بالرجل إما أن يصبح ذلك الرجل من قوم لوط أو يصبح ساحر أو كاهن والمرأة مسكينة يصبح ذلك الشيطان يقتصب وهو يزني بها ويفعل فيها الأفعيل بسبب ذلك الرق المخرف الدجال وتظن بأنها شفيت أما بعض الناس المسكين المغفلين الذين يتابعون هؤلاء الرقات يقول قد وجدتوا الشفاء وقد ذهبت الأعراض وذهب الشيطان والله العظيم لم يذهب الشيطان الشيطان لا يزال معك لا يزال بجوارك لماذا؟ لأن الطريقة غير شرعية فإذا كانت الطريقة غير شرعية لا يذهب الشيطان وإنما انسحب لماذا؟ لأنه يعمل معه ذلك الرق المخرف الدجال انسحب إلى حين انسحب إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فقط لكي يجعلك تعتقد بأنك شفيت وأن الأعراض ذهبت نعم الشيطان والسحر يتعاملان في خندق واحد تنسحب الأعراض تنسحب القلاق والتوترات تنسحب المشاكل تنسحب بعض الأمراض فيظن المريض المسكين بأنه قد شفية وتم شفاءه والحمد لله فيتوقف عند ذلك المخرف الدجال وفي الحقيقة لم يزال شيء مثله ومثل تلك القمامة في الحقيقة القمامة تزال نهائيا فهذا الرق المخرف ماذا فعل لتلك القمامة؟ جاء بالجير مادة الكيلس أو جاء بمزيل الروائح ورماه فوقها تلك القمامة فمتى وإلى متى تزول هذه الرائحة إلى شهور؟ وبعد شهور ترجع القمامة أكثر مما كانت فهكذا يفعل لقات الخرافة والدجل فعندما تضع أنت الكيلس على القمامة وتضع مزيل الروائح على القمامة يبتعد الكيلس يوم يوما شهر شهران ممكن حتى إلى سنة وبعدما تزول رائحة مزيل الروائح ويذهب مفعول الكيلس يرجع الكيلس إلى تلك القمامة المراق الشرعي الذي لا حوار لديه مع الشياطين لا تعامل له مع الشياطين لا عقود لموثيق لأي شيء بل يزيل القمامة إزالة نهائية بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستعينا بالطب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق الشرعية عن طريق فتوى العلماء الأجلاء فيشفى المريض حقيقة وليس مجازا أو كذبا مثل ما نرى عند المرضى المساكين عندما يأخذون أموالهم بالملايين يرجع المريض يصاب كما كان بل يصاب أكثر لماذا؟ لأنه أصلا في البداية لم يشفى في البداية لم يطرد ذلك الشيطان في البداية لم يزال السحر بل اختفى فقط اختفى وتوقف السحر عن العمل حتى يعتقد ذلك المرض بأنه شفية لأن الشيطان يعمل مع ذلك الراق المخرف الدجال من أجل أكل أموال الناس بالباطل من أجل أكل أموال الناس بالباطل الحذر 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 فلا تعرضوا دينكم للخطر لا تعرضوا عقيدتكم للخطر ولا تعرضوا أنفسكم وصحتكم وعقولكم إلى المرض ولا تعرضوا أموالكم إلى النصب والإحتيال وأكلها بالباطل فهؤلاء الرقات في الحقيقة هم ليسوا رقات بل هم كهنة ودجاجلة وعرافين ونصابين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة